هل ممكن نروح لزميلنا كريم أحمد نعلم بس أخبار التمليل لسه بدء من عشر إلى ربع يعني فعايزين نتطمن على نعم ولو عنده ملامح القيمة طبعا يعني بسواء التمليل لسه شغال بما أن التمليل لسه شغال فيبقى لسه القيمة لم يعلن عنها حتى الآن طبعا على آخر الحلقة إن شاء الله يكون تم الإعلان عن القيمة ونعلن لحضراتكم قائمة ندل ألي لمباراة بكرة إن شاء الله من خلال الأهلي في رمضان خلنا نروح لزميلنا كريم أحمد يا كريم إزايك كل سنة وانت طيب أهلا بيك يا كابتن إسلام كابتن الكبير طبعا كابتن إسلام الشاطر كل سنة طيب ورمضان كريم عليك وعلى الهم الإسلامية وكل التحية طبعا كمان زمينا العزاء عيمان جلبرت وكريم سعيد ويا رب إن شاء الله يكون يوم عظيم بكرة إن شاء الله كابتن إسلام على جمهورها يا رب إن شاء الله ملامح التمرين وإيه اللي حصل والدنيا ماشي إزاي والقيمة ملامحها يعني حكي لنا شوية قبل ما تقولين على القيمة بعد شوية يعني يعني نقدر نقولها كابتن إسلام خلاص هو المران الأخير كالعادة طبعا لفريق النادي الأهلي استعداد المباراة الغد ومباراة الهلال الحقيقة موسيماني والجهاز الفني قاموا بدور كبير جدا في ظل دي الوقت لأن التحضير النفسي كان مهم جدا يا كابتن إسلام زي ما أنت عارف لعبتنا تحديدا للدوليين كان فيه تركيز معهم بشكل كبير يمكن هم شاركوا في تدريبين وحيدين فقط لغير حالة الإجاب يعني اتمنى ان شاء الله ما تبقاش في حالة إجاب بكرة لكن الجزء النفسي كان مهم جدا لمسماني تحديدا كابتن ساير كابتن سامل كل أكد على المرحلة أكلمه اللعيبة يمكن طبعا الوحيد اللي منتعش شوية بشكل كبير جدا هو عالي معلول ما كانش محتاجه يكون فيه أي جلسة معه أو أي أحاديث معه لقد كان الأحاديث مستمرة جدا مع لعبين الدوليين والخبرات الكبيرة بتحسن الأمر ده كابتن سلام فيمكن الكل فصل بشكل كبير جدا نركز بدوافع جديدة برغبة جديدة في مباراة الغد تدريب اليوم النهاردة انت عارف كابتن سلام في ربع ساعة الأولينية لكل طبعا هو ساعة الإعلام اللي كانت حريصة بشكل كبير جدا نكون متواجدة قبل المرامب أكتر من ساعة ونصف ليه تصوير طبعا الفقرة المسموحة بيها تسبقا لبلود الكافة الخاصة بيه تدريب كان في الأول طبعا في ربع ساعة ونهي بقىش في أي ملامح نقدر نقول عليها لكن عايز أكرلك على التدريب الأمس وهو اللي كان تدريب قوي جدا المسلماني أكد على أمور عديدة جدا الرجل شغال على إنهاء الهجمات بركز على أمور بالتاكسي الكريم فؤاد كمان إن شاء الله يكون لي دور مميز جدا بكرة مع التركيز الكبير اللي احنا شايفينه مع بيسو المسلماني تحديدا مع كريم فؤاد لأن مباراة صعبة مباراة الغد فإن شاء الله بإذن الله أي حد بيكون موجود وانت خبرة كبيرة وعارف كان نجوم النادي الآله كابتن الإسلام أي حد بيكون موجود في الزل دي الوقت وفي الزل أن النادي الآله محتاج الثلاث تنقاط بعيدا عن أي حسابات أخرى بيقدي إن شاء الله عليه فالأمور الحمد لله طيبة لنا رغم الغيابات ورغم الإصابات لكن إن شاء الله 11 رجل في ملعب بكرة يفرحوا كل جمهور النادي الآله كريم متى سيتم الإعلان عن القائمة للمباراة بكرة إحنا في انتظار طبعا يعني فاضل 25 ديئة و30 ديئة بكتير أو على انتهاء المران مباشرة يتم تحديد القائمة عندها طبعا بعض العناصر اللي خارج طبعا القائمة زي ما احنا عارفين صلاح محسن وأحمد دبيل كوكا بدر بنون أكرم توفيق عمار حمدي محمد داني ورامي ربيعة منتظرين كمان ما ينتهي المران لأن تعرف فيه مستجدات كثيرة جدا ممكن تحصل في التدريب لكن إن شاء الله بإذن الله محمد هاني ليه برى القائمة يا كريم محمد هاني يعني تعرف مرة تدريبة واحدة ولسه مش برى القائمة احنا بنقول على الوحيد مزبوط عشان هو تمرينة واحدة بس اللي خدها بالضبط ممكن يكون متواجد يبقى ليه دور لكن تنديل اسمها اللي مطروحة حتى بيه اللحظة مش كاملة بشكل كبير أو مش جهزة بشكل كبير فنين أو طبيا لكن إن شاء الله بإذن الله اللي متواجد القائمة يكون على قدر المسؤولية كالعادة وسر النجاح وسر عظمة نادي الأهل وجمهور إن شاء الله اللي يكون متواجد كالعادة في استياد الأهل والسلام المؤذرة والمسندة ويا رب إن شاء الله تكون التلق نقاط وتكون مباراة دول الربع النهاء إن شاء الله من نصيب النادي الأهل أنا أشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد مرسلنا من ملعب التتش في النادي الأهل وبعد قليل طبعا أو يعني لما تظهر القائمة هنجيب كريم مرة أخرى علشان يقولنا على قائمة النادي الأهل للمباراة غدا إن شاء الله شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد